أحبائي طلاب الصف الرابع من مدار السبط الله اليوم بإذن الله سنتحدث عن مدينة أم قيس الأثرية بداية سنتعرف على مدينة أم قيس وأين تقع أم قيس بلدة أردنية تقع في لواء بني كينانا التابع لمحافظة أربديا رابع شمال المملكة تقع على بعد 28 كم شمال إربت على ارتفاع 364 متر تطل على بحيرة طبرية وهضبة الجولان ونهر اليرموك طبعا يا رابع كانت تسمى قديما جدارة أو المدينة المحصنة ومن أهم البقاء الأثرية الموجودة فيها المدرج الغربي وشارع الأعمدة وكنيسة المقابر ننتقل إلى قراءة الفقرات يا رابع أم قيس تنتشر في بقاع الأردني معالم حضارية كثيرة معطرة بروائح التاريخ القديم كالبتراء وجرش ومن أشهرها مدينة أم قيس هذه المدينة الأثرية التي تقع في شمالي الأردني واحدة من أبهل معالم الحضارية وأحلاها كانت تسمى قديما جدارة وكانت من أهم المدن يا رابع تقع مدينة أم قيس في شمالي الأردن إذن في مدينة أربد وكانت تسمى قديما جدارة كانت تسمى قديما جدارة وتقع في شمالي الأردن في محافظة أربد تشتمل مدينة أم قيس التاريخية على مدرجين أحدهما المدرج الكبير الذي نحت قسم من عتباته في الصخر وبني القسم الآخر من حجر البازلت الأسود وثانهما المدرج الغربي الذي يطل على بحيرة طبرية البديعة المنظر إذن يا رابع المدرج الأول أو المدرج الكبير هو الذي نحت قسم من عتباته من الصخر والمدرج الغربي الثاني هو الذي يطل على بحيرة طبرية البديعة المنظر لأن تشتمل مدينة أم قيس على مدرجين تحدثنا المدرج الكبير الذي نحت قسم من عتباته من الصخر والمدرج الآخر يطل على بحيرة طبرية ويستمتع زائر المدينة بالسير في شارعها المعبد بالحجارة هنا انظروا إلى هذه الصورة إذن هنا يا رابع هذه الصورة توضح أن الزائر المدينة يستمتع بالسير في شارعها المعبد أي الممهد للسير فيه وعلى جانبيه تقف الأعمدة الشامخة المتوجة هنا الأعمدة يا رابع المتوجة ويرى الزائر في أرجاء المدينة عددا من الحمامات والبيركي هنا يا رابع التي كانت أغذياتها مرصوفة بالفسيف سائي إذن هنا يرى الزائر عددا من الحمامات والبيركي إن زيارة أم قيس رحلة لن تمح الأيام ذكرياتها الجميلة وأجواءها الرائعة المعانية رابع بقاء تعني جمع بقعة وتعني منطقة من الأرض أبهى أجمل نحيت أي حفر في الصخر يطل يشرف البديعة الجميلة الشامخة المرتفعة أرجاء أنحاء المعبد أي الممهد للسير الأفكار انتشار المعالم الحضارية في الأردن ومن أشهرها مدينة أم قيس التي كانت تسمى قديما جدارة الفقرة الأولى الفقرة الثانية رابع تحدث عن أجزاء من مدينة أم قيس وهما تحتوي على مدرجين المدرج الكبير والمدرج الذي يطل على بحيرة طبرية ثلاثة استمتاع الزائر بزيارته لمدينة أم قيس ومشاهدته آثارها الدروس المستفادة أو ماذا تعلمنا يا رابع علينا أن نعتز بالأماكن الأثرية الموجودة في بلدنا الأردن وأن نحافظ يا رابع على هذه الآثار الجميلة ودمتم يا رابع بألف خير اشتركوا في القناة